احمد فتوح مفترض ان هو هيتم اجراء الاختبارات بتاعته 48 ساعة اللي جاي نارده اليوم التانية اهو وعلى فكرة عايز اقوله على حاجة برضو عشان خاطر كل ما افتكرة اقول هنسة فتوح اللي الناس بتتكلم عليه كتير جدا ده هو لازم يعمل التحليل ده فاش نقاش ايجابي سلبي هيعمله ما عملوش هتوقف عمل وطلع ايجابي هتوقف اقل منه ما يعملوش وتوقف يعني لو ما عملوش وتوقف هتوقف سلاتين لو عملو وطلع ايجابي هتوقف ست شهور طيب لو عملو وطلع سلبي يبقى نجمل نجوم اكبر يعني رد على كل المساخر اللي في قصة فتوح دي وعبدالله جمعة انه يعمله ويطلع سلبي دي مساخر صراحة يعني عايز اعلكم ان فتوح ده عمل الدور اللي فات تلت تحليل للمنشطات ايه رأيكم بقى في الدور اللي فات ده او اللي خلص في شهر الثمانية اللي فات اللي كسبه الزمالك وقعت القرع على فتوح ثلاث مرات في مدشرة الزمالك يعمل عينة واتاخد منه عينة منشطات تحليل منشطات وطلعت سلبية الثلاثة غير طبعا صوالته وجوالته مع الزمالك في افريقيا او مع منتخب مصر في كاس امم افريقيا او في تصفات كاس العالم او كل الكلام ده يعني الهيستر بتاعت فتوح في المنشطات سلبية وزي الفقل انما هي القصة مش في التحليل وهيطلع سلبي في الآخر انا بقول لكم اسمع كلمي اسمع كلمي انا في دي دكتور انا في دي دكتور 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 وهيطلع سلب هيطلع سلبي عشان تبعارفين يعني انما مين حيرجع اللي فتوح بقى كرمته اللي اهضرت ودس تروا ده السؤال نطلع فاصل حواليكو على حاجة جميلة جد حواليكو اشرف حكيمي اشرف حكيمي عايش برة ومولود برة ووري صورات وجولات في اوروبا وحاليا النجم من نجوم العالم يعني من افضل الزهراء اليمين في العالم ظهر ايمن الاساسي بتاع باريس سان جرمان و نسيت اقول لكم حاجتين بس قبل ما اطلع انا حواليكو دلوقتي تستقبلوه ازاي في البلدة بتاعت الصغنانة اللي في المغرب استقبل الفاتحين بس قبل ما نطلع نشوف اشرف حكيمي وبدأ دي نبدأ مع ديوفنا الفقرة الجاية عايز اعلوكم بكرة في حاجتين الاهلي عنده مؤتمر صحفي مع هولنديين بلاكتشاف مواهب وموضوع كده مشروع بعمله الناد الاهلي يعني دايما الاهلي بنفرد بالحاجات الجديدة ده بعد صلاة الجمعة ان شاء الله كابت المحمود الخطيب موجود اعتقد السفير الهولندي وناس هتبقى موجود يعني في القصة به الساعة واحدة كمان في المغرب هتتعمل القرعة بتاعة كاس العالم للاندية وهيتجنب الاهلي في القرعة دي ان شاء الله لما يكسب الوداد ان شاء الله بإذن الله اللي لما يكسب اوكران ساتي هيتجنب واجهة الوداد وحيقابل الكسبان من الهلال السعودي وبطل امريكا اهو المبرالة الافتتحية بين الاهلي اوكلان سيتي بطل نيوزلندا يلتقي الفائز منهما في الدور التاني مع احد ناديها الهلال ممثل قارد اسيا او سياتل ساوندرز الامريكي بطل كونكاكاف في الاتحاد الدولي الشرح بانه لا يجوز الاهلي بصفة ممثل الدولة المصادفة لانه وصيف دورة بطال افريقيا مواجهة النادي من نفس الدولة المصادفة يعني مش هيقابل يعني الوداد عشان ننجز وبذلك تأكد بشكل رسمي عدد مواجهة الاهلي لنظيره الوداد البيضاء في الدور التاني يعني حل تخط الاهلي ان شاء الله اوكلاند سادي نطلع نشوف اشرف حكيمي ثم نلتقي مع الكابتن نجمنا الكابتن محمد عبدالجليل وزمنا العزيز النقد الرادي الاستاذ احمد الخضري